الفعل ستارة الفعل ستارة لو بحثنا عنه أو عن معناه هنلاقيه تستاي تستاي يعني يبقى ده معناه المجرد وتصريفه يو ستوب تو ستاي لوي لاي ستا نوي ستعمو فوي ستعتا لورو ستنو بس ده هو المعنى لما بنيجي نبحث عنه ومسلا عجوجل او في اي قموس بنلاقيه بمعنى يبقى تو ستاي بس هل هو ده معنى بس فقط لا فعل ستارة لي اكتر من معنى وده بنشوفو لما بنسمع الجملة الجهيرة جدا اللي بتيجي على بنا اول ما نسمع ستارة اللي هي كومستاي يو ستوبين كومستاتا نوي ستعمو بين لاي سينيورا كومستا ايو ستوبينة هنا معنى ايه؟ هنا مش معنى ابدا ان هو يبقى لا هنا معنى الحالة هنا معنى اسر يكون في اي لغة احنا لما بنيجي نسأل عن الحالة بنرضى عنها بفعل الكينونة يكون انا اكون بخير نحن نكون بخير بس في الايطارة احنا بنستخدم الفعل ستارة عشان كده في بعض الناس بتتلغبط ما بينه وما بين السر عشان لما بنيجي نجاوب عن الحالة بنقول ايو ستوبينة فناخد بالنا ان احنا بنستخدم ستارة مع التعبير عن الحالة في اللغة الايطالية كمان لي استخدام تانى لو استخدامه الاصلي بمعنى يبقى او يظل او زي ريمانيرا يعني ايه؟ يعني كيكو سفايستا سيرا؟ ايو ستو اكاسا ستو اكاسا يعني انا همكس في البيت هبقى في البيت ليه نفسها ريمانجو اكاسا ستو اكاسا لي معانى تانية ايوة لي معانى مثلا ان انا واقفة ازاي ايو ستو ام بيدي ستو ام بيدي يعني انا واقفة على رجلية اوكي لي معانى تانية مثلا ايو ستوبانة كونفوين يعني انا بحس ان انا كويسة ان معاكو بشعر ان انا حالتي كويسة وانا معاكو لي معانى تانية ايوة يعني مثلا نوم بلقبارتي ايو ستوبانة يعني مثلاً حد الان علي او شايفني بحالها مش كويسة فبقول انتي كويسة فبقول له ايوة اقنون بالكبارتي ما تقلعش ايو ستوبانة يعني انا كويسة لي معاني تانية ايوة لي استخدمت تانية زي ايه زي ان هو بيستخدم مع الجيرونديو او في التركيب الجيرونديو اي هو الجيرونديو الجيرونديو اللي هو الفاعل في الاستمرارية زي انا دلوقتي بعمل ايه انا بساقي الفيديو يبقى ايو ستوب ريجستراندو اون فيديو انا بسجل فيديو البربو ريجسترارة من المجموعة الاولى بينتهي بارة في الجيرونديو بنعمل ايه بنصرف الفاعل ستارة مع الفاعل الفاعل هنا انا ايو ستوب بعمل ايه ريجستراندو بنصطو بالارة ونحط مكنها عندو ده مع المجموعة الاولى مجموعة التانية والتالتة اللي بينتهو بقى بقيرة وقيرة بنصطو بالنهاية ونحط اندو طبعا قبليها في تصريف ستارة مع الفاعل يعني مثلا ايو ستوب ريجستراندو يعني انا بخلص دلوقتي او ايو ستوب ريجستراندو انا مسافرة في طريقي ايو انا في في الطريق انا موجودة جوه الاطر ومسافرة فهنا دي من استخدامات الفاعل ستارة في استخدام داني برضو للفاعل ستارة ايوة في يعني ده اللي انا فاكرهم لحد دلوقتي يعني ده استخدامات عديدة للفاعل ستارة منها الشروع في عمل شيء. يعني اه انا بقول اه يعني معناها ان انا مسافرة. ده هنا بس لما اقول يعني انا لسه مسافرتش بس انا مسافرة. يعني انا اه ركبت القطر بس القطر ما تحركش. يعني القطر تحرك وانا جواه انا مسافرة. انا اه اه داخل محطة القطر او داخل المطار او على الطيارة بس لسه ما سافرتش لسه الطيارة ما تحركتش او لسه القطر ما تحركش. فهنا يعني انا بشرع في عمل حاجة. انا لسه ما عملتهاش. اه فدي من استخدامات الفعل اه اتمنى ان انا اقدمت لكم معلومة مفيدة. وشكرا لكم.